هذا البرنامج بالتعاون مع Creative Hub ماما في الشغل ماما ماما أنا رادو حسين وإحنا في تان فاميلي هو أنت منطق بخيلة ولا إيه؟ سؤال واحد صاحب ابني سألهله وهو بيتغدى عن دين اللي حصل إن هو إحنا كلنا على الصفرة خلصنا أكله وهو سيد بنص طبقه فأنا مقوله تفضل يا حبيبي كمل فقالني لا أنا خلصت خلص يطع أنت حضريك ممكن ترميه فقالت له طيب بصوا إحنا مش بنرمي أكل يعني عندنا في البيت فأنا ممكن أشكله لك كمان شوية لو جعت تعكله أو أحطه لك مثلا في وانت ماشي أخده معاك فبصري كده باستغرب وسط نكرشة زيدين جداً وقال لي لا 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 أنا ما بقولش ولا أكل بيت ولا أكل بارد بعدين حبي يهزر كده يعني فقال لي أصلاً متربي على العز يطان فقالت له طيب إحنا مش بنرمي أكل يعني فقال لي أمنا لما بيفيد منكو حاجة بتعملتها فيها إيه فابني بمنتهى التوقائية رد قال له لأ ما حلمنا من حسابنا أصلاً إنه إحنا مايفيدش مننا حاجة أصلاً إحنا يعني عارفين إنه فيه ناس بتدور على الأكل في سنازيق القمامة وكده فبنحاول خدر الإمكان إنه إحنا ما نهدرش الأكل فالولد زي ما تكون عينه لمعت كده وبقين رح حاكل مامته فمامته بعدها بيومين كلمتني شكرتني قالتلي أنا متشكرة إنه إنتي خلتي يقف سنين تاني يفكر في الموضوع ده في نفس اليوم ده رحت أشتري حاجات من السوبر ماركت فلميت الحاجات وحطتها في شمتة ضهري فلاقيت الكاشير بيقول لي إيه إيه ما ديم هو حضرتك بتوفر لنا ولا إيه فقلتلي وش معنا يعني قال لي مالخير كتير الحمد لله متخذيك شمتتين بلاستيك ولا حاجة قلتلي لأ هو يعني مش موضوع بوفر ولا حاجة هو أنا بس بحب أحفظ على الموارد وكمان بحب أحفظ على البيئة فمش باستخدم بلاستيك خالص أو قدر الإمكان بقلل استخدام البلاستيك فخلص أنا حاسيب الحاجات كده الفكرة إنه إهدار وعز بخل ومحافظة على الموارد هاي دي المسميات اللي إحنا محتاجين نقف عندها سنة في كل عيلة ونبدل المسميات بحاجة صح يعني زي ما قلت العز مش معنين أنا يفيد مني لما أحاول أحفظ على حاجة مش معنين أنا بخيلة طيب نعمل إيه علشان نخلي ولادنا يبطلوا أو يقللوا شوية الإهدار أو إحنا عمتاً في العيلة حتى إحنا كبار ممكن نعمل إيه يساعد في إن إحنا نقلل مفهوم الإهدار شوية أنا شخصين بعمل ثلاث حاجات نجحوا جداً معي أول حاجة أنا بعيد تدوير أي حاجة ممكن تنفع يتعمل لها ريسايكلين في البيت أنا والولاد يعني الكشكيل مثلاً الهدوم الأدوات المدرسية السكول سابلايز بتاعت كل السنة دي أنا مبروحش أجيب سكول سابلايز جديدة من أوله جديد لأ أنا بشوف إيه اللي فضل عندي من السنة اللي فاتت وينفع يستخدم تاني وبزود عليه إنها ما بجيبش حاجة من أوله جديد تاني حاجة الناس كتير بتستغرب منها بس هي بتنفع قوي إحنا بنوزن الأكل يعني الماغرين كوبس وميزان المطبخ حاجة أساسية عندي في المطبخ فلو مثلاً الفرد المفروض يأكل 60 جرام مكارونا وإحنا 3 أو 4 حنعمل 180 جرام مكارونا الرز نفس الحاجة، الخضار، أي حاجة بنوزنها طب كده بنقلل شوية الهدار وما بنرميش أكل خالص ثلاث حاجة لما بنجي نروح نشتري حاجة من السوبر ماركت بنعمل ديستة بالأولويات بالحاجات اللي إحنا محتاجينها مش كل اللي يعجبني وأنا في السوبر ماركت أو حتى لما روح أعمل شابينج بشتري لأنه يعني أنا ممكن أشتري حاجات عجباني بس بعد كده يعني قدرك إن هي لأ أنا مكتش محتاجها قوي أنا عجبتها بس لمجرد إن أنا أمتلكها أو لمجرد إن هي عجباني وخلاص لكن أنا فكرة إن أنا أعرف أنا محتاجة إيه مهمة قوي وبصراحة بتوفر وقت وفلوس وجهد وكل حاجة تابعونا وقلولنا لو أنت عندكم أي طرق تانية بتستخدموها في كل عيلة علشان تقللوا الإهضار واستنونا الحلقة الجاية على تان فاميلي وتان موجو تان موجو 100% سمارتفون من هاتفنا المحمول إلى هاتفك المحمول محتوى رقمي جديد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة